مكتب الكريتوس صباحك يا سعيد مرحبا بك الحمد لله نشكرك على الاستضافة هذه طيبة احنا ولفنا نجون عندكم وترحبوا بنا كل ما نتلوا مشاريع ان شاء الله ترحبوا بنا صافي بليزير بارك الله فيك هل كل ما ذكرت أنا في المقدمة هذه النقاط اللي تحدثت لها قل لي فيها الصواب وفيها الخطأ يعني أذكر أني غالط ولا راني في الصواب ولا تقييمك والله يا أخي رضا كي كنت تقدر قلبي كان يوجع ما نقدم شاهلك بس كنت تقدر تقع صح وللأسف شديد رانا نتلقى عدة صعوبات أنا نتلقى عدة أمور لتفشلك الحمد لله احنا كما يقولوا ربي سبحانه كيتفوتت كلا على ربي ربي يفتعلي كبيبا شوف ما نقدم شاهلك رضا جودي الأمور ما وليش كما كانت بكري احنا بكري كجمعيات خيرية كنا نوصلوا حتى نديروا ألف قفة ألف وخمسمائة قفة كنا نمدوا في البلدية تعنا ونمدوا عدة بلديات حتى نوصل عدة الولايات ضكا بيش تكفي بيش تكفي تسمى ضكاتيك اللي عندك في البلدية يلزم لك هناك جمعة إسعى الخير في مكتب بلدي تكايتوس ري عدنا قريب 800 عيلة مسجلة عدنا فيها آراميل فيها مطلاقات فيها ذوي الاحتياجات الخاصة فيها ذوي كما أقولوا دخل ضعيف نعم حنا مصنفينهم من الأسف شديد ريضا ما نقدرش هنا ضكا 800 قفة نحلم ونحلم ونجيبهاش كما يقولون 800 عيلة 800 عيلة معليش أعطيني فقط في الأرقام يعني من 800 عيلة أساسا هل كان في قفة رمضان في برنامجكم؟ قدرتوا قفة في رمضان؟ لأحد ساعة لأحد ساعة ما قدرش عليك مازال ما زال ما باش راننا نسننا وكايننا كما يقولوا حنا أحباب ربي والمحسيني اللي ما في عاونونا راننا نسننا وفيهم إن شاء الله قال لك أصبر علينا اليامة هذو مكاش درام كي يدخلوا درام مشاء الله راح نعاونوكم لأحد ساعة ما كاش لأحد ساعة ما كاش قفة ما نقدمش عليك بس كو رضا اللي راننا نشوفوا باللينا دوكاتي كان روح نساوم وراننا نحط نحطها ثانيك في كي شاركات قدمنا لهم طالبات باش يعاونونا طالبات إعانا باش يعاونونا في هذا الشهر كما يقول لحنا قفة ولا فعب رسابه ولا فختانة ولا فكسوة الليتامة راننا نقدموا طالبات تعنا لأحد ساعة ما زل ما تلقينا حتى حتى رضا من هذه الشركات ما قري كما يقول لحنا مش هيعطيك حاجة كبيرة تتقدر حاجة صغيرة يعني لو كان تكسكو سي شاركة كبيرة تقدر تمد هذه الأشياء من قفة ولا تلاثين قفة رايح حاجة كبيرة بالنسبة لنا من لأحد ساعة ما زل ما تلقينا حتى شي تاني كنحنا نحطو كنحنا نحطو الحصالات في الحوانت وكاتيك جمعة الأموار من قانونية من وقت ما تقدرش ما قري تتحط جمعية وجمعية وطانية وبلا قري منتاع ما تقدرش تحط كينوحد النقطة بركرانية حاب شاكفون حاب نظرها ما قدرش نظرها اليوم إن شاء الله حبيت نظرها كين ربي يهديهم كين الناس ما جمعية خيرية ما عنده لقريمو ما عنده والو يروح يحط 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 تحيحات هذوك في الحوانت ما كين كاشي ما كين والو هو ما لبش بلي هذيك هذيك التحيحات هذيك رح يدير مشكل مول حانت خاشك الناس ناس بالساب مول حوانت ما على بانهمش بلي لازم تحيحة هذيك لازم تكون فيها الكاشي نحنا جمعية وطانية وممنوع علينا نحطو تحيحات وما أدرك أنت واحد يجيبك تحيحة يقولك حطها عندي إلى أين بيض رغم نشوفه سلل تانيك لجمع الموض غذائية نحنا في بيت كايتوس غير ما عايت لي واحد صاحبي عنده حانوت قالي باشيرك هنا واحد دار يجي تحضر تقول بلي نحنا جمعية إسعى الخير نقدش نبعد طفلتين نقدش نبعد هنا بنتاعة جمعية نقدش نبعدهم يرحوا لحوانت قال لي أروح لعندي تشوف دخلت كذلك الكاميرا ننتظر نشيح كمكتبين جمعية إسعى الخير تقول له تهدر معا تقول له بلي أنا من جمعين إسعى الخير ذكاتك أنا يا رحم بابك هذه ذكت طفلات نقدر ندير تسويرتها فلاباش نقدر نهلكها بسأنا ما حبيش لم ننوصل لهذا الشيء من هذا المنبر نطلب لي تجوزات لبعض الأشخاص هذا هذا يدر علامة كاش رقابة نحنا كجمعية وطانية جي تراقبني جي تعطيني أوامر باش ما ننمش دراهم باش ما ننديش هذو الأمور وهذا ما لي ما كاش كامل ما ما يدير في هذو الأمور وكاتك علش أنا أندي رقريم وانتانيك رح نخدم نحبس الجماعية وانتخدم كما يخدم هما تانيك صحيح معوقات كثيرة معوقات كثيرة صحة ومشاكل موجودة ونتعطيتني بعض المنشارات أنه حتى الشركات بالنسبة لقفة في رمضان أو حتى تمويل المبسيط يعني كما نقول احنا بالعام يا الله صدقة على الفقارة والمحتاجين لحد الآن ما كاش خليني نقول لك يعني منش عارف أنا برعيك هل الشي هذا ما رده غلاء الأسعار ندرة المواد ولا لما تروح انت لشركة مؤسسة تقولوا أعطيني مثلا دعم دعمني ندير قفة وكذا لحد الآن ما تلقالش رد هل هو راجع لشيء ذاتي يعني بالنقاوس يخلينا نقول ناس ولات ما تصدقش من الأخر نشوف أخوها ريدا كان بزاف جوانب اللي خلوهم يديروش كونفيونس حاجة اللولة في الجمعيات وحاجة ثانية احنا كمجتمع مدني أنا نشوف باللي يحضروا علينا بزاف وهم يقولون نعاونوا في المجتمع المدني ماذا بينا نطلق أو تسهيلات من عند الدولة كجمعيات ولا كمجتمع مدني يقدروا الدولة هما احنا في بلد كيتوس يقدر الدولات تقول هذو من الشركات وبيلي جعلكم تعاونوا هذو الجمعيات رم ناشطين ماذا بيكم تعاونوهم هذه مجاة حاجة كبيرة تكتروح ليهن تايا والدولة تعيط لهم من فوق ماش كيف كيف كتعيط له الدولة يعطيك بلم زيتو الدولة حتسهل عليك أمور حتسهل عليك بيبان مام تمت كراش كمين مجال خير ماش رح تكرهوا انا نشوف أنا بللي كين مشي جمعيات اللي قروب بين ايفول فيهم بنات بنات صغار يروحوا الشركات ولا غير يعطوا لهم يعطوا لهم عادي وحنا كجمعيات موثاقة وعدنا الكاشي وعدنا كلش ما يخزرش كافيك يقول لك حط لي حط لي هذا الطالبهم بعد أشوفوا كيفاش نديرهم من هذا المنبر نطلبهم من السلطات مانية يسهلون الأمور مع الشركات هذوما وهوما يزكونا عندهم بسكو احنا جمعيات وطانية صحيح يزكونا عندهم قال هذوما جمعيات كيجوكم اطعالوا فيهم مددونهم نوك احنا مالبيبان قام مغلوقين نوكاتي كاكا تحبس الكاشيتاك تحطوه في الطنوبين تحطوه في الدار وتنسيه ما تخدم لكن خليني نتحدثوا بعدين رح نتحدثوا بشيخة نبقوا في اكيد في شهر رمضان وبعد رح نتحدثوا على تراجع النشاط الجمعوي والحديث على المجتمع المدني لما لأنه ورح نشوفه فيه جولات وصولات والحديث عن المجتمع المدني في حين المجتمع المدني قاعد يتخبط يعني باش من منقولوش أنه الجمعيات الخيرية هي واحدة من الفاعلين في الغطاء متاع المجتمع المدني مشاهدين ولكن دورة كبيرة أداتوا الجمعيات الخيرية في عز الأزمة أزمة كورونا واليوم تحدثوا على مجتمع المدني والحديث لما نتحدثوا على المجتمع المدني اسمه مجتمع مدني يعني مدني من المدنية ومن الميدان وبالتالي الهدرة تيرا كما يقولوا بالعامية يعني مش في المكاتب وطاولات إلى غير ذلك في كثير من الجمعيات قاعدة تتخبط لابد على هيئة المجتمع المدني أنها توضع أطر وآليات لمساعدة هاته الجمعيات عوض أنه نبقى ونحوسه يعني من الولاية الولاية مش عارف الغاية والهدف وشن هو على نبقى وديما في موضوعنا بشير قفة رمضان ما فيش السنة هذا لرمضان هذا لحد ساعة ما زال ما كانش معلش الناس اللي ما فين تعودين تعطولهم إن شاء الله برك يتفهموا إن شاء الله نتحدثوا على مطاعم عابر السبيل أيضا هل نفس الشي راح يكون إنه نشوفوا مطاعم عابر السبيل قليلة أيضا لأنه السنوات الأخيرة ونشوفوا مطاعم عابر سعبيل أصبحت يعني بالشق النفس إنها تكون هناك مطاعم شوف أخوان ريدار إحنا الحمد لله عدنا كين إنسان اللي صباق للخير ينشكروا بالمناسبة رأوا كل عام هو لو يساعد فينا في مطاعم عابر السبيل سمحنا الحمد لله كجمية إسعى الخير مكتب بريد كايتوس ما عندناش إشكال في مطاعم عابر السبيل كان إنسان هو اللي تكلف جميع مصاريف هذا المطعم شوف نعطيك كثمها حاجة صغيرة كامل البارح أنا آيا في السوق تالها أربعة راح تنشري نشري بقرة هذا المحسن أعطاني أعطاني 15 مليون قال لي هذا 15 مليون راح شيري بيوم بقرة باش على الأقل تنشي بيوم يا متل أولانيين في اللحم أسكرنا نشوف بالجاج يدير 45 مليون في الكيلو الجاج حل حتشري حل حتشري حل حتشري ما ما تكفيش راحنا للسوق على الأربعة البارح وقصين بالله يا ريضاب يقولوا احنا كتوطة كتوطة بقرأت هذا الصغار 15 مليون ما تخضج سما 15 مليون ما شرح نشري بيانا اكتعرف كجمعية خيرية هضرت مع الناس هذوق بين وحد السيد كان يبيع قلت له هاي كيفا هاي كيفا ساعدني المهم كان وحدة ما شاء الله ثانيك حسبها لي بسومة مليحة جبت لك هذه الحكاية باشتعرف بلي حت ساعة البقرة اللخرانية راي تدير 20 مليون لكن معليش انا اقول لي البقرة في نهاية الماطة فشح شريتها ماشر البيبليميش 15 شريتها 19 وشيدها 19 ومئة ربع ملايين مين جبتم ربع ملايين منع السيدة هادراني السنافي إن شاء الله باش يزيدهم منقلي هذا اليوم إن شاء الله ها نزيدهم لكن سبحان الله أجركم على الله السراحة باش تشوف هذا أبسط الأمور بلي هذه الحم برك أنا مقدش ندير أبرسابين وبعد نوكل الناس ما فيش الحم ولا ما فيش الغلي وما يغلي بالعامين هاي كيفاش سمو أبليجي لازم ندير وانتي هذوك الزيت هذو نحن تجيبه زيت لازم ذوك بالمعرفة باش عان شري زيت كان أمور بزيار تاني كالخضراء انا كشوف الخضراء شعر يشعلي فيها النار كما قول انا ربي معنا والمحسينين هذو ما باش انت انسان تخلعوا تقولوا أنا في النهار عني نوكل سبعة ملايات من الملايات في النهار يخاف هذا الانسان يخاف باش يمدك سبعة ملايات وكما كان ما عندي سبعة ملايات فهمني كيف عبر سابيل ذو كاتي كين بزيار في جمعيات يحبوا يفتحوا عبر سابيل ما احنا ماذا بينا هيا لكلها كي تكالع العربي والعربي يفتح عليك بيبان الخير أنا وحد عندها أربع سنين فاتت في الكورونا اكا جيت نتاج جيت لعدنا جيت لعدنا فقط الكورونا كنا فاتحنا عبر سابيل نطيبو وندو للعائلات للديار كنا ندو المستشفيات حتى البراج صح كنا ندو لهم والله غير سبحان الله كان ربي يفتح كان عباد يجو ما قريب يشوفك بالكورونا يجي يقول لك هاك عاون بها روحك وكاتي ما رأيش يشوفوا فيها هذه الحاجة ما رأيش يشوفوا فيها نقصة بزاف كين جمعيات كين جروب ثاني يفتحوا مطاعم كين تعال مساجد يحبوا هناك حي بلد كيتوس كين جماعة تانيك لنشكرهم حتى بالمقارنة مع أزمة كورونا في وسط أزمة كورونا وكين فيها نحن في في كورونا كشت عابر سابيل ومدينة وقففة كان يتوس مدينها قالوا ما كاشين مدينة وقففة كنا في ضربة كورونا في عام واحد مدينة أربعة قففات عائلة وحدة مدينة لها أربعة قففات كان الخير كانت الناس سمد وكاتيك يتقصوا يقول لك أنا ما عنديش يتقصوا يقول لك الكوميرس روحابس وصاح ما كاش ريضا كاش ناس مش تقدم حنا كنا عام ليفات واحد الإنسان ربي جازي كل خير كان يعاوننا ثانيك في القفة هذا العام كله وزينتاعه وغلق وزينتاعه وغلق قل لي أنا أغلق وزينتاعي قل لي أنا ذو كاتيك ناس رامي يسألوا لي قل لي ما نقدرش نعاونك قل لي تقدر أن تعاوني بقفة مش شوف الوقت اللي وصلنا إليه صح بشاك ذوكاتيك نحن نمدوا طلبات البلدية بش نفتحوا مطعم عبر سابيش عطونا الترخيص بش نفتحوا عبر سابيش بالنسبة بالنسبة للترخيص خلينا نتحطوا على الترخيص أكيد أنه أمر كما هذا يطلب أنه لابد يكون في ترخيص لأنه بش يكون نظام أكيد يكون في نظام بش يكون إحصائيات وفي نفس الوقت ما يتأخرش الترخيص لأنه حتى أنتم بش تكون خدامين آلاز تبدأوا توجدوا هذا المطاعم لأنه ليس مطعم أنك تحل القاراج ويلا هتدير فيه صحيح أنا عارف وشفت خدمتكم وين المطاعم ما شاء الله للناس تجيت القانقات القانظافة شيء جميل جدا نعم لكن تحدث الآن عن التمويل للبلديات حتى البلدية والقائمين المسؤولين في البلديات أنه حتى هما يعني على عتقهم أنه لابد عليهم تقديم إعانات مالية ومادية وأمور يعني على الأقل بلدية عندها الكونطاكت عندها اتصالات مع التجار ومع ذلك على الأقل أنها تتفاهم تحاول أنها تسهلكم بشوية وتذللكم الصعوبات هل في تسهيلات من السلطات المحلية بالنسبة لبلدية الكايتوس عندكم؟ شوف ريضا غير ما هدرت مع رئيسة بلدية قلت له إحنا كجمعية إن شاء الله هنفتحوا فيها مطعم قلت لهنا تقدروا يتعاونونا وكاش حاجة لنقدرون نشو بها أمورنا قلت له إحنا إنسان رح يعاونونا في مطعم عبر سابيل قلت له ما عاونونا بخفة يا سيد قال لك إحنا باش نعاونونا جمعية وحدة عدنا بزاف جمعيات باش نعطوه كليك لازم نمدوا الجمعيات كامل هما إحنا بلد كايتوس كبالدية رح يفتحوا ثاني كمطعم عبر سابيل سماظوكا هذا الآن إن شاء الله في بلد كايتوس رح تكون واحدة سبعة أو ثمانية مطعم عبر سابيل على مستوى بلدية كاليتوس أنا عادرت معا قلت له أنا بالنسبة لي أنتم كبالدية باش يكون تنسيق ويكون باش تكون ناس تعرفوا وش أنا نديرو إحنا ماذا بينا إحنا كجمعية نقدروا نديرو كما نقول إحنا أعطاب نوكلوا الناس اللي جايين أعطاب في اللي فريستون وثم كبالدية طيبوا وتمدوا للناس في القفة إحنا كيجونا الناس إحنا في الجمعية هنا في المطعم ركشفت بليكين ناس حوالي واحدة مئة وستين مدواهم أعطاب واحدة الخمسين وستين مدوا لهم في القفة إحنا وش حبينا نعطيت له حاجة كما عندي وطلو إحنا ماذا بينا ثم كبالدية تمدوا القفة حنا كيجونا الناس ونقولوا ما كينا البلدية تمدوا قفة مدوا قفة بش يكون تنسيق وكنتانك نعرفوا وش هنران نديرو صحيح نظكم على بليش هنر كيفاش رح يخدمو كيفاش رح يديرو مي والو مالقينة حتى معاوانة إحنا قلت لك أنا وبيكو تحن من جهنيداء باش عالاقل جمعيات ولا كيما هذول قروب اليوم يفتحوه بمطعم عابر سابيل ماريش حاجة وسهلة ونصر يتمد من وقتها تمد مدرهامها تمد من جهد التاحها باش توكل الناس مطارك جيت وشفت الحالة عن الناس هذوك احنا في المطعم تاناك جيت العمليفات الناس احنا نوكلوا على السبعة كنا العمليفات نوكلوا على السبعة على الربعة طواب ليتعمروا صحيح الحمد لله لدينا مكلة ما شاء الله بالمناسباتنا نشكر محمد محمد اللي طبخ تعالى يأتي من مفتاح من مفتاح من مفتاح من مفتاح من مفتاح بشي طيب بنا وعشية كيف يعودها في ترانسبور من المنبر هذو نشكره بزا 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 تحيالي ممثون سانعلي قليل هاريضا تحيالي اكيد انسان يعني بولدات وعندو بدارو ويجي وعندو شهر رمضان يريافي بس كو يخدم في ريستو وعندو شهر رمضان يجي للريستو هم يخدم معاكم الحمد لله من ذات ناس تحب الدير الخير يعني كل واحد بالشي اللي يقدر عليه كل واحد من الإطار اللي يقدر عليه هو صحيح صحيح يقدم الإعانة ومساعدة وعلى فكرة مشاهدين أنه يعني مش فقط الإفطار بشير انا شفت حتى انكم ازلابية وتقدموها للناس حتى الناس ما شاء الله يعني أمر هذا أكيد ربي يجعلون نساء الله طبعا كان هنا نقطة برق نزيدة انتقر اكشتها قال لي أنا الناس كي يأكلوا عندي كما أكلوا اليوما كما اليوما نقدرنا دوارة ونقدرنا كباب ونقدرنا شتيطها جاج ولا ما شتيطها الحمد لحشي هذه السقسيهم كي يكونوا يأكلوا غدوة إن شاء الله وش رح نطيب لكم هم مساكن يقولوا لي نديروا شغل فوت واحد يقول لنا شتيطها واحد يقول لنا أكل دوارة قال لي أكل دوارة يرفض يده نديروا فوت دخل دخل مطعم الناس يكونوا يأكلوا هذي يا شوف والله يا رياضة غير حاجة كيمة هذيرة حاجة كبيرة أنا نفتخر بها وماذا بها رمضان يأتي دايما بسكرة رمضان في حلوة كبيرة تتوكل واحد المئتين وخمسين ولا مئتين وعشين واحد يوميا يخلص رمضانك يقولوا لي يا باشير بارك الله فيك واحد يجوز لي واحد يجوز لي دعوة الخير دعوة الخير ولينا عائلة كبيرة ولينا عائلة وحدة نأكلوا كيف كيف فطروا كيف كيف إن شاء الله ربي يدوم معينا الخير ويخليننا قويين ويخليننا الإرادة ويخلين الناس المحسينين باش يعاونونا باش على الأقل مطعم عبر السابيل هذا ميروحش ميختافيش بسكوا في الآوين الأخيرة والله غراء واختافة وكيف كيف مزاف ناس بشلة صحيح لا تخضيش الديو مطعم عبر السابق هناك تراجع 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 العمومة أنا أشوف بشير إن شعارف نترك في جمعية عضوا في جمعية في الميدان يعني هناك تراجع الصراحة للنشاط الجمعوي في الجزائر بزارة الخيرية وحتى النشاط الجمعوي عموما خاصة الخيري منه كثير من الجمعيات الخيرية كان اللي حتى يفكر أنه خلاص يرمي من شفاء ويبعد على النشاط الجمعوي نظير كثير من المشاكل اللي يتلقاها ألا ترى أنا من رأي مثلا أنه تكون هناك دعم من الدولة للجمعية الخيرية هو في القانون الأساسي بالنسبة للجمعية الخيرية جمعية تطوعية غير ربحية يعني ما تسناشت دعم لكن أنا شخصيا ضد هذا الفكرة أنا شخصيا الآن كنشوف الأمور تغيرت ونشوف المشاكل والعراقين الموجودة شخصيا أنا ضد الفكرة هذه لا بد أن الجمعيات الخيرية يوقع إعادة النظر في قانون الجمعيات وتدعيم الجمعيات الخيرية لتخدم صحي الجمعيات اللي اليوم محتاجها دعم للباش الدير الأبطاعي معابر السبيل وتوكل الفقراء والمساكين والمحتاجين لأن الدولة يد وحدها ما تقدرش يد وحدها ما تقدرش تسفق وبالتالي هذه الجمعيات الخيرية تنحي عبء كبير كبير على الدولة الجزائرية وبالتالي يعادت النظر في قانون الجمعيات هذا كمقترح شخصي مني أنه يجب تمويل الجمعيات الخيرية صراحة عوض أنه بعض الجمعيات اللي ما تقوم حتى بنشاطه في نهاية المطاف يكون عندها سيفونسيو عندها دعم وعندها كذا في حين الجمعيات اللي قاعدتها تخدم مسكينة تستنى صدقات المحسنين وفي ظل الظروف الصعبة والمعيشة الصعبة والغلاء ينتعى الأسعار يعني حتى الناس ما تقدرش حتى تصدق وبالتالي كيفاش تستنى أنت من جمعية خيرية وما في الدير مطاعم عابر السبيل أنها توكل الناس فقارة ومحتاجين متشردين قاعدين في هذا البرد القارس ومازال البرد قراءتنا بشير برأيك أنت لماذا هذا التراجع وهل أنا الأوان أنه الجمعيات الخيرية لابد أن يكون في دعم حقيقي لها ماليا والله ياريضان أنفهم قبل ولتالك بللي جمعيات الخيرية كان بزاف الناس يحبوا يخدموا هنا في بيت كايتوس كان واحدة الجمعيات لأن نشكرهم تانيك إسلام مهام التحيدون ليفعل الخير هذا إسلام مقسيم بالله العظيم غير أنا أنا نائب رئيس جمعية اسعى الخير الوطني والله غير ديفوان كما يقولوا هنا هو اللي يحفزني يعطيني الدفع باش نخدم باش نخدم ونذير الخير هذا الإنسان يحبي يدير الخير مسكين يجري يكتيف ينفيق يتلقى بزاف صعوبات فأنا كان أمور أنا نقول له إسلام هاوش دير هاوش دير هاوش دير جمعيات ضوكاتيك مكاشا أنا ضوكاتيك الحمد لله كين كين نقوله كين ناسي كين ناس دينين فينا كونفيونس دينين فينا ثيقة الحمد لله يعاونونا يوقفوا معنا يمدونا كين جمعيات هذو صغار ما عندهم شموعين ما يعرفوش ناس هذو جمعيات لازم الدولة تعاونهم هنا بكري واحد الوقت كانت البلدية تمتلك طرواء بورصوها هذيك تاع الجمعيات الخيرية هذيك مكاش نحوهنا هنا طرواء بورصوها هذي كون يمدونا على الأقل نكري بها أنا وكال تفتح بها باب نفتح بها باب الروحين هذو ثلث ملايين واربع ملايين لين كارب بهم مقر نروح نديرها مقفة نديرها بزاف أمور صح ولا لا لا هذو كاتك أنا مانديش أنا هذو كاتك كما قلت إحنا جمعية وطانية تشوف جمعيات منفخينهم أنا هذو كاتك كما قلت أنت موبي وقتبي فرق قلبك أنا فرق قلبي لا أكيد في واقع هذا واقع هذو كاتك هم ضخمين هم باليوم يديروا وكذا سيدي مزيش قفات يدير بلي ألف قفة هلاش هندي خيرك تجر مع ربي سبحانه هلاش تكذب عن الناس هلاش تدير في هذو الأمور انت مزيش قفات راح تدير حاجة كبيرة أنا ناس يتبعوا بالك يدخلوا الصفحة التانية عتها جمعية إسعى الخير وقصين بالله يا ريضا غير يوميا يوميا نوقفهم على الناس كما كاشقائتيك يوميا راني ندبر في الدواوات يوميا ندبر في الكوش يوميا بارع عاية للسيد على الوحدة عصباح أنا راقد عاية للسيد باحثة الوحدة عصباح قل يخصونوا الليقيلات يما تكسرت أدخل انت الوحدة عصباح خرش مدار حت البيرو جبت له وقيلات وعطيتهم أنا شما نادر على الخير أنا أظن لك تسمى حاجة بسيطة جدا كي ناس ما يعرفوش قاع الخير يوصر رمضان تقل ديار قفة يوصر رمضان ديار تشحيحات يوصر رمضان يبان أنا هذو الناس اللي حيروني الناس كما هذو ما انتو ما راكم تشوه في الصمعة الجمعيات انت أخذك جمعية جمعية خيرية خليه الأهل اختصاص جمعية خيرية خليهم هم يخدموا في أمر تاعة الخير ما كن يشوفوا جمعية رياضية يوصر رمضان ويديرو في قفة جمعية جمعية ثقافية كيف كيف والو يطموا في الدراهم الناس اللي كن مجدير ثيقة بس كون ينفهم تكون بلا الرقبة ليما كاش تار جمعية خيرية خليها تخدم أمر تاحه انت جمعية رياضية ريح في السبور تاعك يا اخوية لماذا تدخلك في الرياضة؟ صح الناس اللي تمد اشتاقها لماذا اللي تمد اهوش؟ لوقاتك يأتي لها فلان ما عنده حتى علاقة بالخير يأتي يقول له انا يا راني سنقوم بقفة يجوزوا على الحوانة ميحش موش يجوزوا على الحوانة يجوزوا على الشركات يدير طالبك ذا منها ما كين كاشي ما كين والو أنا من المنبر هذا الناس اللي ما تعرفش تحط تحيحة تائك تحط تحيحة الناس لكن في الحانوالي أتاك شوف إلا فيها كاشي إلا ما فيها كاشي ستقول له لك مشكل لك أنت بس هكو كين دولة كين رقبة تحيحة هذه هي دليجات طريقة غير قانونية ونموعد بولها كاشي تلك الجمعية ونحن نستذكركم بالتالي أنا قبل أن نكون صحفي أنا مواطن ويتناشط جمع وأنا ابن حي وما زلت ناشط جمع وأنا نحب الخير وما زلنا نحب الخير وما زلنا نحب نشوف والبلاد هذه اللي نبس بها وماذا بينا نتعاون ويد بيد وماذا بينا أخونا ولا أختنا ما تكونش محتاجة وما تكونش جيعانة في رمضان وما تتشهاش حاجة وما تأكلها شيئا وولادها أنا ماذا بيدي الدعم في أقرب الآجال وقلت أنا ونعاود ونقول من هذا المنبر أنه المرصد الوطني للجمعيات أنت على المجتمع المدني صراحة أنه لابد العمل يكون في الميدان العمل أنه بإصلاح بعض الأمور اللي موجودة في الجمعية كين جمعيات راي قاعدة تستغيث تقدم يد المساعدة لابد من خلق آليات صراحة لدعم هذه الجمعيات لأنه الخير في بلادنا ورح يروح يزول يعني بنشوفه بالنظر إلى غلاء الأسعار وندرة المواد رح يروح الخير اللي نمتعودين عليه صراحة أنه نحكيكم من قلبي لأنه فعلا في حواج والله العظيم يعني الواحد إنسان الدمع يطيحها لو كان جاءت الأمور لكن على قضية الشحيحات الناس اللي يجي تحط شحيحهم بعض الأشخاص اتزوجت ودارت يعني رزق وطنوبيلات من خلال هذا الأمر التصرفات يعني حتى حوانت من هذا الطرق والتصرفات الغير قانونية الموجودة كما قال أدعم الجمعيات الخيرية حطوا ميزانية على الدولة نتحط ميزانية لكن بالمراقبة أكيد كين الوزارات الوصية على الجمعيات الخيرية وعلى الجمعيات عموما يكون في رقابة يكون في تتبع لمصار سيولة المالية اللي تأخذها هذه الجمعيات وفي تقرير أدبي وتقرير مالي وفي مرقابة يقدروا يراقبهم ويعني ما فيش مشكل اللي يغلط يخلص كما هو بالعامية اللي خطأ وخرج عن التصواب لابد على القانون أنه يقوموا لكن أنه جمعيات تقع تستغيث في كل مرة يعني الجمعية والتي هي اللي تشحت صراحة وأن الجمعيات والتي تطلب هذه الجمعيات الخيرية صراحة بالعامية نقولها تطلب بهدير حاجة فيها خير وبفايدة لأبناء هذا الوطن أنا نتمنى لك يعني كل التوفيق بشير من شاء الله في هذا خلينا نقوله أنا لذلك فقد ظلت أنه في عنوان حطيناه هو مطاعم عابر السبيل تستغيث قبل رمضان نعم تستغيث ما السبيل يعني الحلوين هو صراحة صراحة نتمنى طبعا من السلطات القائمة على هذه البلاد الوصية أنه من الجمعيات الخيرية وللجمعيات عموما من الجمعيات الخيرية نقول والركز الناشطة اللي قاعدة تخدم وقاعدة تتعب بالفعل بقات هذه وشار من تاع الميزة اللي بقات في المجتمع الجزائري التضامن والتكافل خلي التضامن والتكافل موجود في الجزائري يبقى من خلال تدعيم هذه الجمعيات بشير ربما كلمات تزيد تقدمها في الأشخاص شوف أنا رضا كما لقاونا وقت الشدة الناس اللي أكشت في طبعات كورونا صراحة صح لقاونا وعاوننا الناس ووقفنا مع الناس ومن هذا المنظر بالك نطلب من الرئيس إن شاء الله يغزر في الجمعيات الخيرية هذه بسكو إحنا شك في يشكرنا وشك في يشكر المجتمع المدني حنا ماذا بينا يكون تتسيد حنا ماذا بينا يكون في الأمر الواقع مش يغنى اعضل في بلاطؤهات وبيل يحنا نديره ونعاونه وكذا منا حنا ماذا بينا تكون صح صح يعاونونا وصح يقفوا معنا بسكو وكما مشي الجمعيات الخيرية هذه البلدية راح تعاني الولايات راح تعاني مم الدولات ثانيك راح تعاني وكما مشي احنا رانسكتو في الناس ورانعاونو فيهم هذو الناس راحوا البلدية هاي راحوا يديمون منذ حقهم في البلدية أنا يوميا وكان جي تشوف صفحتانا يوميا الناس يبهتونا يديمون منذنا نحشموا باش نعاونوهم نحشموا ذوك وقتين انساني يأتي لك البيرو يقول لك أنا ما عنديش وشناكل ما عنديش جيك أرمالة ولا جيك واحدة مطلقة ولا جيك واحد مسكن يقول لك أنا شعة راجل أنا عنديش ولادي باش نوكلهم وقسيم بالله يا ريضا غير أنا عندي عنيمونتاسيون قدامي في الجمعيتي يسالي استملايين استملايين هذو كيفا اللي يجي راح نقول له راح نرفت شو من عنده واشتحب ولينا احنا كما يقول احنا حق حق تعد دار تعنا ولا غيرنا ندوم عليها باش نحشم وما كاش باش نقابلوا الناس الله يجال في ميزان حسنات ومعكيد جمعين لكل الفاعلين الخيرين أشكرك جزيلا شكر بشير عضو جمعية تسعة الخير الوطنية الخيرية شكرا جزيلا لك على حضور معافياته فأتمنى لكل توفيق وبين رمضانك مرحبا بكم إن شاء الله معنا في عبر سابين بحول الله